السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهدها القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كلها جديد نتكلم في هذا الفيديو عن المضارع مستمر لكن استخدموا بالمستقبل شخص يسألني what are you doing now I am teaching English أنا أعلم اللغة الإنجليزية إذن بهذه اللحظة لكن إذا سألني what are you doing next week صارت ماذا ستفعل من المستمر بهذه اللحظة إلى المستقبل ماذا ستفعل في الأسبوع القادم I am visiting my friends مثلا سأزور أصدقائي اللاحظ what are you doing next week إذن ترجم are you doing بمعنى ستفعل إذن أصبحت في المستقبل what are you doing next week ماذا ستفعل في الأسبوع القادم next week الإجابة بدأ عن you استخدم I are أستبدأ بam أكيد لا أصدقائي I am يسألني ماذا ستفعل I'm visiting وأيضا ترجم هذه سأزور my friend أصدقائي واكتب next week يجب أن أضع ظرف يدل على المستقبل تصبح I'm visiting my friends next week سأزور أصدقائي الأسبوع القادم بينما إذا سألني فقط what are you doing ممكن نضيف now ماذا تفعل الآن هذا مستمر يعني في لحظة التكلم أقول I'm visiting I'm visiting my friends إذن أنا أزور أصدقائي بهذه اللحظة إذن I'm visiting my friends أزور أصدقائي الفرق بناتها بين الأولى والثانية فيه ظرف يدل على المستقبل next week ترجمة جملة الأولى سأزور أصدقائي بين الجملة الثانية أزور أصدقائي الآن في هذه اللحظة I'm visiting my friends now أنا أزور أصدقائي في هذه اللحظة إذن بالمقتصر المستمر إذا وضعنا له ظرف يدل على المستقبل يصبح في المستقبل what are you doing this Saturday يعني ماذا ستفعل هذا السبت لحظين أيضا كما قلنا لو what are you doing now ماذا ستفعل الآن لكن استخدمنا ظرف يدل على المستقبل what are you doing this Saturday ماذا ستفعل هذا السبت what are you doing this Monday وهكذا أقول nothing at all لا شيء مطلقا انترجم at all مطلقا يعني ألبت يعني أبدا nothing لا شيء at all مطلقا لا شيء مطلقا ممكن أن تجيب مثلا لحظة تستألني what are you doing this Saturday nothing at all لا شيء مطلقا يعني ما عندي شيء I'm not doing anything سوف لنا أقوم بأي شيء I'm not doing anything لاحظة ممكن شخص يسألني are you doing anything on Saturday هل ستقوم بأي شيء في يوم السبت كما نعلم قبل أيام الأسبوع نستخدم on are you doing لكن في عندنا حرف جار يوم من أيام الأسبوع هذا ممكن يكون محل الظرف يعني الشيء يدل على المستقبل هل ستفعل أي شيء في يوم السبت no I'm not كلا لا أفعل no I'm free all day كلا أنا free يعني فاضي الوقت ما عندي شيء يعمل I'm free all day إذن أنا أنا فاضي طوال اليوم يعني ليس لدي أي شيء أعمله no I'm free all day no I'm not إذن سؤال بالمضالع مستمر لكن في كلمة تدعى مستقبل إذا يكون بالمستقبل what are you doing this Saturday nothing at all I'm not doing anything are you doing anything on Saturday no I'm not no I'm free all day لاحظ هذا المحادثة are you doing anything on Tuesday هل ستقوم بأي شيء في يوم السبت كما قلنا قبل أيام الأسبوع on ودائما أيام الأسبوع يكون أستخدم أول حرف كبير يكون no I'm not doing anything I'm free كلا سوف لن أقوم بأي شيء أنا حر يعني أنا فاضي يعني مرتاح ما عندي أي شيء أقوم به لاحظ I'm not doing سوف لن أقوم بأي شيء oh great رأى يعني تمام I'm free to أنا فاضي أيضا would you like to play video games at my home أو at my house هل تود would you like to هل تود أن تلعب ألعاب الفيديو أو ألعاب الحاسوب at my house في منزلي قبل المنزل لا نقول in in my house نستخدم at at my house نحفظ التركيب هذا would you like would you like to هل تود أن would you like to play would you like to study would you like to eat would you like to drink هل تود إذن ترجم would you like to بمعنى هل تود أن would you like to play video games at my house no no kala thanks شكرا لك I don't like video games أنا لا أحب ألعاب الفيديو إذن I don't like نترجم don't بمعنى لا نعيدها مرة ثانية are you doing anything on Tuesday no I'm not doing anything I'm free oh great I'm free too would you like to play video games at my house no thanks I don't like video games do you want to go shopping with me no thanks I don't like shopping how about reading a book at my house yes let's do that I love reading books لاحظ do you want هل تود أو هل تريد do you want to go and تذهب shopping للتسوق with me with me معي لاحظ لا نقول to go to shopping هذا خطأ لماذا لأن لدينا shopping هو عبارة عن نشاط وليس مكان لو نقول to go to the zoo لتذهب إلى الحديقة نعم نضع to to go to الحديقة place مكان location موقع إذا موقع عند إذن يجب أن نضع قبلها to لكن shopping بمعنى تسوق وتسوق ليس مكان ممكن تسوق بأي مكان أنت مو محدد المكان إذن لا نضع to أيضا go swimming يعني يذهب للسباحة لا نقول go to swimming هذا خطأ أيضا مثلا fishing go fishing يذهب لصيد السمك لا نقول go to fishing هذا خطأ go fishing go swimming go shopping وهكذا إذن إذا كان نشاط activity لن نستخدم to إذا كان مكان نستخدم بعد go to ننتبه هذا الملاحظة do you want to go shopping with me هل تود أن تذهب لتسوق معي no كلا thanks شكرا لك أو thank you I don't like shopping أنا لا أحب التسوق I don't like shopping don't بمعنى لا how about نسأل السؤال how about ماذا عن how about reading ماذا عن قراءة how about swimming ماذا عن سباحة how about eating ماذا عن الأكل how about drinking وهكذا how about reading a book ماذا عن قراءة كتاب at my house في منزلي كما قلنا قبل house نضع at لن نقول in how about reading a book at my house ماذا عن قراءة كتاب في منزلي yes let's do that دعنا نقوم بذلك let's do that يعني دعنا نفعل ذلك ماذا نفعل إذن نقرأ i love reading books وحب قراءة الكتب أيضا ننتبه let's ممكن شخص يعتقد هي اختصار لlet as وهذا خطأ let's هي اختصار لlet us دعنا ممكن أقول let me دعني let him دعه let her دعها let them دعهم وهكذا لكن الوحيدة اللي تختصر بينهم هي let us تصبح let's إذن ننتبه المهلاحظة هذه let's do that دعنا نقوم بذلك لا نقول let us do that إذن دائما كما قلنا مستخدم اللغة الإنجليزية يختصرون هذه المفردات let's do that أيضا ننتبه بعد love استخدم ing لا سأقول i love read i love reading i love eating i love drinking i love وهكذا إذن بعد love استخدم الفعل مضاف له ing إذن ننتبه مع هذه الملاحظات بعد go إذا كان نشاط لا نستخدم to إذا كان مكان نستخدم to don't ترجمها لا أيضا بعد like و love يأتي الفعل مضاف له ing نسميه gerund أيضا نحفظ how about let's هي اختصار let us أيضا قبل house استخدم حرف جر at do you want to go shopping with me no thanks I don't like shopping how about reading a book at my house yes let's do that I love reading books بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن المستقبل لكن بحالة المستمر كيف كما قلنا أنه جملة هي في المستمر يعني يكون am is r والفعل مضاف له ing لكن معها ظرف يدون على المستقبل حين إذن يتحول المستمر إلى زمن المستقبل بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته